جمعية الآثار والتراث في المنطقة الشرقية لها العديد من الأهداف ومن اسمها يعني حنا نغطي جانبين الجانب الآثار الأثري وجانب التراث لجزئين التراث المادي وغير المادي انطلاقاتنا صارنا يعني حنا من الجمعيات الجديدة الفتية ناردنا بالقول حنا صارنا حوالي هذه ثاني سنة لنا في العمل إلا عندنا أهداف وطموحات كثيرة خاصة أننا حنا يعني نغطي حنا مقرنا الرئيس الاحساء لكن حنا نغطي المنطقة الشرقية من أهم الأشياء اللي حنا شغالين عليها هو في دعم وتنفيذ المشاريع الأثار والتراثية والأبحاث في هذا الجانب وأيضا عندنا زاوية مهمة اللي هو تعزيز الوعي الثقافي في المجتمع في هذا الخصوص يعني هنا سوينا عدد كبير من الشركات المجتمعية الهدف منها أيضا خدمة المجتمع وخدمة بحيث يشكل تفاعل كثير في إحدى البرامج مثلا حنا الآن قاعد نعد نجهز البرنامج اللي هو العرضة السعودية النجلية أو عرضة المنطقة الشرقية يعني فيه عدد من فنون العرضات بحيث حنا نمكن الجيل القادم بحيث تترسخ تترسخ المفهوم المواطنة والهوية السعودية البرنامج اللي تحدث عليه من قبل هو الأصدقاء التراث هو برنامج تطوعي البرنامج هذا نأمل أنه قد مستطاع أن نشارك في المجتمع بشكل عام حنا نعطيهم للي يتطوعون معانا وجود رحلات حتى نقدر نعطيهم ساعات عمل تطوعي لمشاركة معانا بالإضافة إلى أشياء متعددة منها خصومات منها كذا لتحفيزهم على المشاركة في هذه الأنشطة أصدقاء التراث حنا موجهينا للطلبة والجامعات يعني الطلبة والأسادة للجامعات الهدف منه هو توعه بحيث أنه حنا نقدر نخلي نوجها خلالها الطلبة بكيف يشتركوا أكثر بالفعاليات والتراث ناخذهم رحلات نوعيهم وهو جزء من توعية المجتمع بشكلها عملنا مكتبة إلكترونية خاصة في الجمعية حاولنا من خلالها استغطاب أكثر عدد من الكتب في عدد من مجالات منها كان وصلنا الآن إلى فوق الألف كتاب إلكتروني وحنا هدفنا إن شاء الله نصل إلى حوالي عشر تلاف كتاب المواضيع اللي حددناها تعلق في طبعا أي شيء ورد عن تاريخ المنطقة الشرقية عن أثار المنطقة الشرقية عن تراث المنطقة الشرقية والتراث ما شاء الله زخية يعني حنا المنطقة الشرقية معروفة منذ الأزل في اتساع الحرف فيها وكثرة المنتجات اللي كانت موجودة فيها بالقديم ما يخص المشاريع المستهدفة من الجمعية حنا منذ أن بدأنا انطلقتنا طبعا هي جات من غرفة الإحسان بس لكن في البداية حنا اهتمينا في عمل كثير من الورش سواء للأثار أو في القطاع الثقافي التراثي بحيث حنا يصير عندنا خطة واضحة مستقبلية إيش البرامج اللي حنا حنسويها والمستهدفات أيضا في قطاع الأثار يعني تمنى بشكل أساسي اللي هو المسوحات الأثرية وعندنا برامج متعددة مع الهيئة التراث في هذا المجال فيما يخص التراث بدأنا في عدد من الأشياء اللي كان أول شيء أعلننا اللي هو برنامج صون التراث ولان هذا البرنامج الثاني اللي هو نسيج هجر وله عدة جوانب وأيضا عندنا اهتمام كثير في الحراف خلنا نقول لتشبه مندثرة